مرحبا بكم في الجزائر بتنوريكم هذه الصورة بعد المناظر تاسيلي تاسيلي ونشوفوهه العرش هادي كان العرش فولكاني كان القرانيت الرملا لكل حال يوجد ميستير في الجنوب خاصتن فيما يخص ريقراتي ريباست اللي خلاوه من الناس يا سين ميلان ولا شحال ولا اكتر خلاوه باللي كانت المناخ ما كانش كما اهراها هكذا كان المناخ وين كان فيها كما يقولك كان حيوانات ومعا للوقت تغير المناخ على مسوى العالمي وارزعت صحراء وارزعت جبال وارزعت بان على كل حال نشوفو احنا الحال كيفاش رح يكون غضوة الصباح ان شاء الله عموما كنت رحفوه المواد مارس كيفاش الخيامتني فاتح باسمها كانوال ودي والريح سورتو الريح فيها خدسطن في الجنوب وليخلي بعد الطيور ريماس المارس عفرين معروفين غضوة ان شاء الله مع الصباح احنا نقدرون ننصيبه بعد اسحابات تهم بعد الولايات الغربية والوسطى حتى تقريب مورونا بالهضب العليا الوسطى حتى لمنطقة الوحات ومنطقة شمر السحراء هذه اسحاباتها عشان بدون فعالية الصفة يهم الشرق البلاد وكديك الجنوب الكبير نجوزوا لإدارة السحارة ننتظروها مع الصباح المعرفة الجر ان شاء الله بكروا شوية فريشكا الحالة فريشكا خاصة من جهة مدن الأورس ما بين ثلاثة اربع درجات حتى من جهة سطيف العلمة منطقة الخروب بولاية قسمطينة كذلك واحدة الخمسطاشن درجة ببني عباس احداش بالعاصمة احداش بوهران مستغانم كذلك بنصف خسوات احداش ببجايا عشر درجات في منطقة سكيكدا جيج العنابة والقالة خمسة بسوق اهراس ستة بقلمة ستة بتزيوز والبويرة خمس درجات كذلك في أول بواقي وتبسة تلتاش بحاسم سعود ورقلا تناش بالواد توكورت وبسكرا احداش بزلفانة غردية ومثليني فيما يخص منطقة الجلفة حوالي 4 درجات هي وزعيطرة كما يقولوا زعفران زعفران من جيت الشرف منطقة قرية واسمها زعفران على كل حال 4 درجات جبالة الحال كانوا بكري يكلتوا بزيف زعفران سبعتاش بها منطقة اولف وارقان ستاش بيتين دوف خمستاش على السحر الوسطى وايضا منطقة تعينا مناص ودبدب وإيليزي وعشرين درجة إن شاء الله مع الفجر على بورج باج المختار وعين أزا ودوك نشوفوا الحال كيفيش راح يكون ظاهرة نهار الخضي إن شاء الله بدون تخيير تعبر بعض السحب باسمها صافيا وتخيم صافيا وتتخيم مع شوية يعني حسين أربال بعد مارس على كل مناطق الشاملية تعبتنا واشن سميشة تكون فرضة نفسها إن شاء الله والجنوب الكبير اسمها صافيا تماماً منه دائماً هذا الرياح لتقدر تكون فعلها بعض المناطقتها السحر الوسطى بين ولاية النعمة وولاية غردايا منطقة المنيعة ندوها حتى منطقة عراق بباب الهوغار عراق تبعدها حوالي تلتمية كيلو متى على شمال المدينة تمرست وكذلك الزواب الرملية تقدر تكون هلا على هذه المنطقة سحر الثاني زرفت كذلك نشوفوا دارش الحرن نتظروها إن شاء الله ظاهرة نهار الخض رأي فيلم 1.20 على وحرن 29 على أينميناس واجعنات 31 بيتين دوف 17 بالبويرة تيزيوزو 23 بمنطقة غردايا 39 بيتين بورج باج المختار عينجزان تميوين واتين صواطين تمرست 28 وكذلك بني عباس ومنطقة إيقلي وثاغيت 28 درجة إن شاء الله هدو كنجوزون للملاحة والصيد البحري البحار عموما يبقى مهول خاصة يبقى فيه الريح مهول خاصة في اللرج لأنها يبقى دائماً هذا الجنوب غربي سيديو سيديو وست ما بين 30 كم ساعة للسواحل الوسطى وأيضاً الغربية ومن دلس العوة نحتى للقالال تم 40 كم ساعة في بعد حيان 50 كم ساعة والي يخلي شوية البحار مهول في اللرج كذلك حتى على الجزر باريار وزار سالة دنيا ما بين 40 و 50 كم ساعة وليتجاه دائماً جنوبي غربي كالعادة نختم هذه النشرة الجوية بهذا المنظر الجميل تعجيبها للتصلي غدوة إن شاء الله والأحبار بي نكونوا ثلاثة 13 مارس 2018 غرب شرق سمش عدل سبعة أو سيستقاع يقول غرب